اشتركوا في القناة احنا شرحنا الجزء الاول ونزل على القناة وحضراتكم اتفرجتم عليه النهاردة بقى بنطبع عليه بحل اسئلة على الجزء الاول من وحدة جدارات مبادئ ادارة تمام كده طيب ودي الاسئلة المهمة والجميلة واللي هتمتحنوا فيها ان شاء الله واللي اجيب عن الاسئلة الاتية السؤال الاول اربط كل عبارة من القائمة الاولى ما يناسبها من القائمة الثانية يعني وصل ادي القائمة الاولى جاب لي فيها عشر حاجات والقائمة التانية اجابتها او تعرفتها جميل طيب واحد مبدأ المركزية اتنين مبدأ تدرج السلطة تلاتة مبدأ الانضباط اربعة مبدأ تقسيم العمل خمسة مبدأ روح الفريق ستة المنظمة سبعة الادارة العلية تمانية المهارات المفاهيمية تسعة المهارات الفنية عشر الفاعلية ادي عشر تعريفات اجابتهم موجودة فيه هنا في القائمة التانية هناخد واحدة واحدة مبدأ المركزية بيقول لي ايه بص المركزية تعني تركيز سلطة اتخاذ القرار في الادارة العلية حتى مكتوب مركزية تركيز تمام اتنين مبدأ تدرج السلطة مبدأ اللي هو الهرم الهرم بتاع السلطة تمام كده اهو تعني تسلسل السلطة من اعلى الى اسفل الهرم التنظيمي من فوق من الادارة العلية والادارة الوسطى والادارة الدنيا ثلاثة مبدأ الانضباط كلمة انضباط يعني التزام على طول كده مبدأ الانضباط يقصد بيه التزام العاملين بالقوانين والقواعد المنظمة للعمل اربعة مبدأ تقسيم العمل من قسم العمل يعني تخصصات ده مدرس كيميا ده مدرس فيزياء ده مدرس رياضيات ده مدرس انجليش وهكذا ده طبيب انفوز محنجرة ده طبيب بطنة ده طبيب مثلا مخ وعصب وهكذا اربعة مبدأ تقسيم العمل يقصد بيه التخصص في العمل خمسة مبدأ روح الفريق اه زي ما تشير كورة قلنا روح الفريق كله بيخدم على بعض يطلع بقى وضع النتيجة ممكنة يبقى مبدأ روح الفريق معانا كده جميل ده بيقول ايه مبدأ روح الفريق يعني تنمية احساس العاملين بأهمية العمل الجماعي طيب ست ايه هي المنظمة ايه تعريف المنظمة تشير الى كيان له هدف محدد ويتضمن اعضاء لهم هيكل تنظيمي طيب سبعة الادارة العليا في القمة الادارة العليا ايه تقع في قمة الهرم التنظيمي للمؤسسات تمانية المهارات المفاهيمية الادراكية العالية الكبيرة اللي فوق المهارات الادراكية تزيد اهميتها لدى المستويات الادارية العليا طيب ما لبقى المهارات الفنية الفنية هي مزيج من التعليم الرسمي والتدريب والخبرة العملية اخر حاجة الفاعلية الفاعلية ماشي اكيد فاعلية يعني تقول لي كفاءة الفاعلية يعني ايه تعني القيام بالاشياء الصحيحة وبالتالي فهي تمثل تحقيق الاهداف ده كان السؤال الاول السؤال التاني اختر الاجابة الصحيحة خلاص جمنا نقصة كلمة لا تلات اجابات بقول لي الادارة نقط لانها تتطلب مهارات اول ما تلاقيهم كلمة مهارات تقول لي فن لانها تطلب مهارات لتطبيق العلم من اجل تحقيق افضل للنتائج فبقول لي الادارة يطر علم ولا فن ولا مهنة خد بالك لو علم يدرس خلاص كده فن يطبق ايه بل ادارة فن لانها تتطلب مهارات لتطبيق العلم من اجل تحقيق افضل للنتائج اثنين مبدأ ايه يقصد به ان يتلقى العامل اوامره من مدير واحد فقط شرحه انا في النظري اللي اسمه مبدأ وحدة الامر ساعتا قلتلك انت شغال في ادارة المشتريات لات مدير اسمه مدير ادارة المشتريات تاخد تعليماتك كلها منه هو ما فيش مدير اي ادارة تانية ادارة لديك تعليمات يبقى مبدأ كاتب للانضباط ولا وحدة التوجيه ولا وحدة الامر يبقى مبدأ وحدة الامر يقصد به ان يتلقى العامل اوامره من مدير واحد ايه فقط ثلاثة نؤط هي الحق اول ما تلاها الحق تقولي السلطة السلطة هي الحق على طول خلاص اما المسئولية هي الالتزام بالتنفيذ يبقى انا بقولي نؤط هي الحق في اصدار الاوامر والتزام الاخرين بتنفيذها يطر هل هي السلطة ولا المسئولية ولا المركزية بقوله السلطة اربعة نؤط تختص بتنفيذ السياسة بص العامة للدولة سياسة عامة يبقى الادارة العامة على طول سياسة عامة للدولة الادارة العامة يبقى نؤط تختص بتنفيذ السياسة العامة للدولة بما يحقق خدمة ليه الصالح العام بقولي هل يطر هي ادارة الاعمال ولا الادارة العامة ولا الادارة الاقليمية بل الإدارة العامة خمسة نوعات تهتم برسم السياسات والاستراتيجيات وتحديد الأهداف الشاملة للمؤسسة دي اللي أعدفه في القمة في الطب اللي هي الإدارة العليا بيقولي الإدارة الوسطى ماشي دي اسمها التنفيذية ولا العليا ماشي دي الدنيا التشغيلية لا الإدارة العليا تهتم برسم السياسات والاستراتيجيات وتحديد الأهداف الشاملة للمؤسسة آخر واحدة نقط تعني إرشاد إرشاد يعني توجيه تعني إرشاد وقيادة الموارد البشرية للعمل بكفاءة وفعالية لتحقيق الأهداف بيقولي التوجيه ولا التخطيط ولا التنظيم بيقوله التوجيه كده أخذنا سؤالين وصل أو اختر وإيه أختر رجاب الصحيح أو وصل لسه فيه أسئلة تانية إن شاء الله حنكملها حالنا طيب نيجي بقى لسؤال تاني اللي هو بيسموه السؤال التقليدي السؤال الإيه التقليدي سؤال مقال ما هي الوظافة الإدارية أو ما هي وظافة الإدارة أو ما هي وظافة المدير أربع حاجات قلت لكم تحفظهم زي اسمكم التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة تخطيط وتنظيم والتوجيه والرقابة اسمها الوظافة الإدارية أو وظافة الإدارة أو وظافة المديرة طيب الآن السؤال التي تتبقوا ليضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة اللي هي الخاطئة تمام صح يا خطأ واحد الكفاءة تعني فعل الشيء بشكل صحيح وبالتالي فهي تمثل قيمة المخرجات بقوله فعلا صح اللي جابه صحيحة كفاءة فعل الشيء بشكل صحيح وهي قيمة المخرجات صح اتنين الإدارة العامة أنا لسه بقول عامة آي بس سياسة العامة للدولة لا الإدارة العامة تختص بإدارة المشروعات أول ما أقول إدارة مشروعات نقوله لا دي إدارة الأعمال إذا الإدارة العامة تختص بإدارة المشروعات ذات الطابع الاقتصادي الهادف إلى تحقيق الربح خطأ لأن الإدارة العامة لا تهدف إلى تحقيق الربح اللي بتهدف إلى تحقيق الربح اللي هي الإدارة الأعمال اللي حاليا معاها تختص بدارة المشروعات يبقى العبارة دي خطأ ثلاثة المسئولية الله هي الالتزام ما احنا قلنا السلطة هي الحق الحق في اصدار الأوامق طيب المسئولية هي الالتزام بتحقيق الأهداف وتعتبر نتيجة طبيعية للسلطة وملازمة لها وانا بنشرح قلت لك السلطة والمسئولية وجهال العملة واحدة متلازمة أربعة تهدف الإدارة إلى تبسيط إجراءات العمل وتجنب الإصراف والاستخدام الفعال للموارد العبارة صحيحة خمسة ترجع أهمية الإدارة إلى المنافسة القوية في الأسواق العالمية والحاجة إلى التجديد والابتكار العبارة صحيحة ناخد السؤال الرابع هنا هاش بقول لي اختر الكلمة الصحيحة وضعها في المكان المناسب أعطيني خمس كلمات استقرار العاملين الإدارة التعويض المتخصصة العامة نشوف خمس جمال كل جملة نقصة كلمة واحد نقط هي علم تطبيقي شأنها في ذلك شأن الهندسة والطب أو له الإدارة إبقى الإدارة هي علم تطبيقي شأنها في ذلك شأن الهندسة والطب اتنين إدارة الهيئات والمنظمات المتخصصة تقدم خدماتها إلى فئات خاصة ولا تهدف إلى تحقيق الرب إبقى إدارة الهيئات والمنظمات المتخصصة تقدم خدماتها إلى فئات خاصة معينة وما تهدفش لتحقيق الرب لا تهدف إلى تحقيق الرب ثلاثة إدارة المؤسسات والهيئات العامة هي مرفق عامة هل تسمعها مرفق عام؟ إيه بمؤسسات وهيئات عامة مرفق عام إيه يقدم الصالح العام للدولة زي مرفق مثل السكك الحديدية إيتوبسات وسائل النقل أي مرفق عامة خلاص الكهرباء الماء الصرف الصحي وهكذا إيه بإدارة المؤسسات وهيئات العامة هي مرفق عام يقدم المصالح العامة للدولة ولا تهدف إلى تحقيق الرب طب أربعة مبدأ التعويض يضمن مستوى معيشة مناسب للأفراد وربح مناسب للمنظمة ده مبدأ ليه التعويض على قد مجهودك بتاخد أجرك أو مكافئتك أو تعباتك مبدأ التعويض آخر حاجة مبدأ استقرار العاملين معناه انخفاض معدل دوران العمالة في المنظمة وقلت استقرار من إيه مش كله شوية تهدد العمال إن أنا حننقلك ونوديك مكان كذا وكذا وتشتت معاه لأسره إما ما بدأ استقرار العاملين معناه انخفاض معدل دوران يعني تغيير العمالة في المنظمة تمام؟ يتبقلنا جزء كمان عشان كان يكونوا غطينا الجزء الأول شرحناه نظري وطبقناه بإيه بأسئلة في مادة مبادئ إدارة تمام؟ وحدة إيه جدارات الصف الأول التجاري المدارسة التي يطبق فيها نظام الجدارات السؤال الخامس يقول لي إيه؟ السؤال ما قال اذكر مبادئ الإدارة أنا شرح لكم مبادئ إدارة 12 مبدأ أسي خمسة منه يقول لي يكتفي بخمسة ما يطلبش أكتر من كده اذكر مبادئ الإدارة يكتفي بخمسة واحد مبدأ تقسيم العمل اتنين مبدأ الانضباط اهو الانضباط هي تلاتة مبدأ التعويض أربعة مبدأ روح الفريق خمسة مبدأ العدالة هذه خمس مبادئ من الاثناشر مبدأ اللي عندكم طبعا في مبدأ ليه السلطة والمسئولية ومبدأ المركزية وهكذا به؟ اكتب المصطلح العلمي الدل على كل عبارة من العبارات الآتية جيب لي شرح حاجة والحط المصطلح العلمي بتاحها واحد هي منظمات لها صفة الإقليمية أو الدولية الله بصبولك ايه صفة الإقليمية أو الدولية تخيل ان التعريف المصطلح من نفس التعريف هي منظمات لها صفة الإقليمية أو الدولية ولا تتبع ايا من الحكومات التي تنشأ في دولها مش تبع اي حكومة خلاص منظمة الصحة العالمية منظمة اليونسيف وهكذا طيب يبقى ايه المصطلع بتاعها اهل اجابة تحت ايه الادارة الاقليمية والدولية طيب مكتوب الاقليمية والدولية ايه بقى الادارة الاقليمية والدولية اتنين تسعى الى ادارة المشروعات والله انت لسه يوسح حسن اقل لنا ادارة المشروعات يبقى دي ادارة الاعمال تسعى الى ادارة المشروعات ذات الطابع الاقتصادي الهادف الى تحقيق الرب يبقى إدارة الأعمال ثلاثة هي الالتزام أول ما لالتزام يبقى مسؤولية تمام كده؟ رد علي نلاقي الحق في الإصدار يبقى السلطة يبقى الالتزام بتحقيق الأهداف وتعتبر المسؤولية سالة ما كنوا مجاوبها نتيجة طبيعية للسلطة وملازمة لها يبقى الإجابة المسؤولية أربعة تحتوي على عناصر العلم وعناصر الفن اللي تتين مع بعض أيها الإدارة وكليهما يكمل بعضهما البعض يبقى اللي بتحتوي على عناصر العلم وعناصر الفن وكليهما يكمل بعضهما البعض الإدارة آخر واحدة هي مهارات ضرورية لكل المديرين في مختلف المستويات الإدارية لأنهم يتعاملون مع البشر اسمها المهارات الإنسانية يبقى مهارات ضرورية المديرين محتاجينها ليه؟ لأنهم يتعاملون مع البشر يبقى المهارات الإنسانية تمام؟ يبقى كده أخذنا خمس أسئلة متنوعين وشملين مغطيين الجزء الأول في مدّة مبادئ إدارة وحدة جدارات ونلتقي إن شاء الله مع حضراتكم في الجزء الثاني نظري ثم يعقب إن شاء الله حل الأسئلة المتعلقة به كان معكم الأستاذ حسن حسن برمو كبير معلمين مواد تجارية بمدرسة إدكو التجارية محافظة البحيرة وموجه أول محاسبة سابقة نترككم في معيّة الله وأمنه ترجمة نانسي قنقر